السلام عليكم. محمد الله وبركاته. والنهاردة نتكلم على المدن الزكية كمثال عملي. كمثال العملي اعتقد سنغفورة من افضل المدن اللي ممكن نتكلم انها من المدن الزكية. ما فيش حاسبها مدينة زكية 100% او مدينة غبان 100% كل مدينة بقى فيها بعض الوسائل وهكذا. ممكن مثلا تكون مدينة فيها واحد او اتنين من الادوات بتاعة المدن الزكية. وفي مدينة تانية عندها نقطة تانية وهكذا. يعني ممكن تمسك مدينة. هي حاليا المدينة دي ان السكان فيها وتبانت وكل حاجة. ففي حاجات تنفع انها تتحط وفي حاجات ما تنفعش انها تتحط فبتبدأ تدرس. ايه الحاجات اللي ممكن تضاف للمدينة تخليها مدينة زكية. ومشير قصد ان احنا نسقف ونقول هاي مدينة زكية. لأ القصد ان ان انت توفر الطاقة وانت توفر المية وتعمل خدمات لي السكان. ممكن مثلا تستخدم موسائل زكية في ان انت تحل مشاكل المواصلات. ممكن تستخدمها في ان انت تقلل السرقة. في ان انت تقلل السهلاج بتاع الطاقة. يعني مثلا النارة ما تنورش غير لما يكون في حد يتحرك. لو الناس قاعدة. هاشتحرك. امار كنت راح. هاشتحرك مشاركات. بلين نذكر اسم البلاد يعني السعودية والاجتماع كان لسه هيد. فانا اقعد في القاعة ومركز جدا في الحاجات اللي قدام اللي انا هتكلم فيها. فالنور طفى. فقبت حشتحرك النور ايد. ففيه سنسور موجود. لو ما فيش حد يتحرك في القوضة. هي بتتفي. تمام. طيب. خلينا نشوف. مثلا الفرش هو هالسنافورا. هيد. فيها شوية حاجات لذيذة. ان انت هنشوف الفيديوهات اللي هم حطينها. هيد. موجودة هيد. طيب. فيه فوائد طبعا للحكومة نفسها بتقدر سيطر على الامور. لو في مشاكل تقدر تحس بيها. تعرفها. تتنبأ بالحاجة اللي هتحصل بعد كده. وبيبتستخدم حاجات كثيرة سمارت. والمواطنين بيبقوا متوصلين بالمعلومات بتاعته متوصلة بالحكومة. فلو فيه اي حاجة يقدروا يسيطروا عليها زي مسلا مرض الكورونا وهكذا. البزنس بيقدر يعرف الاستثمارات بتاعته. الى اي حد عايز يعمل سيرش او ابحاث لتطوير المدينة بيلاه كل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها. طيب خلينا نتفرج على الفيديوهات. هتلاقي حاجة مسألة جدا هو بيعمل زوم على سنافورا. وفعلا من البلاد اللي اتأثرت ببسيط جدا بالكورونا. ما اقل البلاد اللي اتأثرت رغم قربها من الصين. ده الموقع بيقدر تحكمه فيه. تقدر تشوف حاجة سريدي وشوفها الصبح وبالليل. الاربعة وشين ساعة. تقدر تعمل زوم على اي مكان. مجرد تعمل سيليكت بيقولك ده دي المكان اللي علوانه هو. تقديرك المكان بالزبط. بكل معروضة انت عايزه. اذا انا عايز اعرف المكان ده مساحة قد ايه. تقدر تعمل سيليكت بالشكل ده وتهو. تقدر تعرف المساحة. بسهولة. وبعد ذلك تديره ده كده الاريا. تمام. ممكن تديره بقى المكان كله. فيقولك الفوليوم نفسه قد ايه. فدي معلومات متوفرة. فلننت عايز تعمل اي حسابات. وديكم مثلا درجة الحرارة. لو زرعنا الاسطح مثلا. سهل تلاقي المعلومات اللي انت عايزها. سهل ان تعرف المسحب تاعت المدينة الدي ايه. هنا مثلا كار باركينج دي تسيع كم سيارة منجرد ان تعمل سيليكت. هنا فيه كم عمود نور. منجرد ان تعمل سيليكت. تعرف المعلومة. فلو في ايه مشكلة مثلا حريقة في ايه حاجة تدر تتحكم فيها. تعمل سيليكت ويقولك ديه under construction. زايد ان هو مدخل البيم فيه الـ CIM. الـ CIM هي ناس بتقولها سيفل ويقولها سيتي. ان انت معلومات المدينة بتحتوى على كل المعلومات اللي انت عايزها. وبعدين تقدر تشوف مثلا انتجاه الرياح يبقى عامل ازاي المهكزة. هتقدر تتحكم في كل حاجة موجودة في المدينة. تحصل على كل المعلومات اللي انت عايزها. طبعا سناثورة لما جات بدأت قاعدة دور على البلاد اللي ممكن تسبد منها فقالوا نسبات من مصر. والوافد كان رايح قابل جماعة بنصر. بس لانا حسن ما سمعت انهم قابلهمشي. والحمد لله. فعملوا طفرة وان شاء الله يعني. تمام. فا اداء كل د plenty بالبهم طبعا التلاتة دور مشهورين جدا انا شفناهم في افلام كتير انا شفتهم في فيلم الكونان و هكذا. التلات مباني دول مصدق كبير وفيه حمال سباح فوق. فلو انت عايز تزور المدينة تقدر تشوف كل حاجة قديمة من ملايه برضو كنت موجودة في فيلم كونان طبعا يعني في ناس ممكن يعني يموت الافريق بالملايه ديت اي فندوق بتعمل سيلكت عليه بيبدأ يجيب لك كل المعلمات اللي انت محتاجها وتقدر تدخل فراحتك برشوال تدخل تعمل زوم على اي مكان انت عايزه في ملايه بكورة هو في قلب المياه استاد اي معلومة انت عايز تعمل سيلكت على حاجة تقدر تاخد المعلومة انت عايز تقدر تعمل كأنك ماشي في المكان الكبر دوت انت عايز تعمل كبير انت عايز تعمل كبير انت عايز تعمل انت عايز تعمل كبير انت عايز تعمل كبير انت عايز تعمل كبير انت عايز تعمل انت عايز تعمل كبير انت عايز تعمل حاجات كلها صديقة البيئة طبعا عندنا في الهبارات مصدر من الاماكن الصديقة البيئة وفي لوسيل في كتر وناتمنى ممارة التنمية بتاع دكتور فروربازي يتم على خيره من الاسمارت هتقدر تحصل على كل معلومات السهلاك الطاقة اللي انت عايزها فحاجة خيالية خيالية بس حقيقية حاجات تنفذت فعلا فيه ناس ماشي بالحاجات دي هو بيوفر يعني بالشي يرى فهي ومعهم بلوس بيطاعوها لا ده هي بتوفر لهم توفر فيه استهلاك الطاقة ده في مول مثلا تقدر تعمل سيموليشن للحرقة مثلا 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 فيه حصل اي حاجة وناس عايز تخرج تخرج تقدر تشوف لو انت ماشي في شارع تبع عاملة ازاي الشوارع فهتستمتع بالمكان وتكرر انت تسافر وتعود هناك فيديو اخر بيوريك القوة بتاعة المودل الزكية ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه